أعلن قائد القوات البرية الأوكرانية اليوم إن معارك عنيفة تدور مع القوات الروسية من أجل السيطرة على وسط بخموت في شرق أوكرانيا مؤكداً معلومات سابقة أفاد بها الجانب الروسي ونقل المكتب الإعلامي للجيش عن ألوكزندر سيريسكي قوله إن الروس يهاجمون من عدة اتجاهات للتقدم نحو أحياء الوسط وتتفق هذه الأنباء مع ما أكدته مصادر عسكرية روسية في وقت سابق مشيرة إلى ازدياد قوة المعارك في المناطق الواقعة وسط المدينة الأوكرانية الاستراتيجية